بعد الإعلان عن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الصراع طبعا في المنطقة شكله بيتغير العدوان الإسرائيل شنته على لبنان والأحداث اللي بتمر بيها المنطقة دلوقتي بتطرح تساؤلات كتيرة جدا هل اللي حصل ده هيكون سبب في اندلاع حرب شاملة؟ هل المنطقة داخلة بالفعل على نفق مظلم؟ يا كل دقيقة يا شازلي بتحمل معها الكثير من الأسئلة الوقت دقيق جدا الحقيقة وطول الوقت بنسمع تحليلات كتير جدا خلينا نعرف أكتر إيه اللي ممكن يحصل بعد اغتيال حسن نصر الله مستقبل حزب الله مع النهاردة دكتور هاني سليمان المتخصص في الشأن الإيراني واللي هجاوبنا على كل هذه الأسئلة سبع الخير أحدك يا دكتور وأهلا بيك معنا في سبع الخير سبع الخير أهلا بحضرتك سبع الخير فان أهلا بحضرتك يعني عملية اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله كانت خلينا نقول مفاجأة وصدمة للعالم أجمع الحقيقة في هذا التوقيت تحديدا لو هنتكلم عن هذه العملية قرأتك لها من حيث التوقيت ودلالتها وماذا تحمل بعد ذلك يعني بالتأكيد احنا بنمر بمرحلة صعبة شديدة التغير ولا يمكن القياس عليها في أي ظروف سابقة ما يواجه حزب الله الآن ليس حزب الله فقط نتحدث عن لبنان نتحدث عن ما يسمى محور المقاومة والممنعة هو اختبار تاريخي لم يتعرض له في أي وقت سابق من الأوقات نعم كان هناك مراحل تاريخية وهناك اختبارات صعبة مرة بها حزب الله ومرة بها المحور أو إيران بشكل عام ولكن لم تكن في درجة الدقة وكمية الضغوط وفي الظروف الانتقالية سواء الإقلومية أو الدولية كافة هذه العامل المعقدة والمتشابكة والمرتبطة في آن واحد أنا شايف أن هذا لم يتوفر في أي وقت من الأوقات وبالتالي أنا شايف أننا أمام اختبار تاريخي سيتحدد عليه مستقبل هذا المحور ودور إيران ودرجة ارتباطها بهذه الميليشيات التابعة لها لأننا أمام أزمة ثقة رئيسية بعض المفردات والتحليلات التي كانت تتحدث عن دور إيران هل تخلت إيران وأدارت زهرها إلى ميليشياتها سواء ما حدث مع اسماعيل هانية في حركة حماس وما حدث الآن مع حسن نصر الله في حزب الله أعتقد أن الروايات دي كنا بنرفضها سابقا ولكن باتت متروحة بشكل أكثر قوة في هذه اللحظة ولكن بصرف النظر عن هذه الرؤية وهذا الاقتراب أعتقد أننا إذا اقتراب آخر ما يحدث في هذا التوقيت أنا شايف أنه هو نتاق طبيعي لحالة ربما التردد الشديد وعدم الرد الإيراني هناك أحيانا مراحل فارقة في تاريخ العلاقات الدولية وفي تاريخ القرار السياسي إيران كانت متشككة بشكل كبير كانت تريد إدارة المسألة بشكل أكثر برجماطية لإدارة مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الحصول على مكاسب في ملفات أخرى مثل العودة إلى مفاوضات الملف النووي الإيراني وبالتالي بعد اغتيال إسماعيل هنية ومرحلة اغتيال فؤاد شكر ومع بعدها أعتقد أن كان هذه نقطة مفصلية ومهمة جدا للرد سواء من إيران أو من داخل حزب الله ولكن بتحليل جملة خطابات حسن نصر الله منذ الأزمة ومنذ العدوان على غزة أعتقد أننا تلقفنا واستشعرنا ربما بعد التردد عدم وضوح رؤية استراتيجية لم يكن هناك تحرك على قدر الحدث كما كانت إيران أو حزب الله على مدى أدبياتهم منذ الثورة الإيرانية منذ 79 على مستوى الأدبيات والمفردات السياسية المتعلقة بالثورة ومواجهة العدو الغربي والولايات المتحدة الدولة الكافرة أو قدرة إيران الصاروخية والقدرات العسكرية القادرة على القضاء على إسرائيل كل هذه المفردات حول نصر القدس والأقصى كان الاختبار الرئيسي لم نجد منها أي شيء وبالتالي هذه المرحلة كانت كشفة بشكل كبير حزب الله يجني صمار ما فعلته إيران سواء بشكل مباشر أو غير مباشر المسألة ليست متعلقة بحزب الله فقط متعلقة بمستقبل لبنان ومستقبل حزب الله والمنطقة بشكل عام جميل مستقبل لبنان دي نقطة اللي كنت عايزة تكلم فيها مع حضرتك إزاي بتقيم الأوضاع دلوقتي في لبنان وهل بعد اغتيال حسن نصر الله من الممكن أن تهدأ الأوضاع قليلا أو أنه يحمي لبنان على الأقل من التواغل البري يعني مسألة التواغل البري دي أنا شايف أن هي مسألة معقدة ويمكن دي تعود للقرار السياسي الخاص بين نتنياهو والحكومة المتطرفة لأنه هو حتى هذه اللحظة هو يستطيع أن يحقق أهدافه كان في مرحلة ضوط شديد متعلقة بعدم القدرة على الإفراج على المحتجزين عدم وضوح أهدافه في الحرب في غزة ولكن هو استطاع بشكل أو بآخر نقل المعرقة إلى مستويات أخرى في داخل حزب الله محاولة توسيع الصراع بشكل كبير القضاء على القيادات التاريخية والكارزمية بالنسبة لحزب الله في هذه الفترة أنا شايف أن يمكن نتنياهو استطاع أن يحقق بعض النجاحات ويستثمرها داخليا في مواجهة إير لابيد أو بعد أصوات المعارضة التي كانت تحاول الإطاحة به هدأ من روع المجتمع الإسرائيلي وصدر إليه منتصارات خاصة بإغتال إسماعيل هنيس وما الآن حسن نصر الله ويمكن هو حتى يوظف ردة الفعل المجتمع الدولي التي كانت تنظر إلى حزب الله أو حسن نصر الله لأنها ربما جماعة إرهابية وبالتالي حجم ردات الفعل أقل من المتوقع وبالتالي هو يحاول الإستثمار في ذلك أنا عايز أقول أن يمكن منذ بدء الحرب في غزة أنا شايف أن يمكن إسرائيل رأت أن هناك حدود ومربع معين بالنسبة لتحرقات سواء إيران أو حزب الله اللبناني وبالتالي هو استطاع أن يبني استراتيجية للمرحلة الثانية لحاول الإستثمار فيها بعدما رأى أن هناك خطوط معينة لا يمكن تجاوزها أنا عايز أقول بس في عجلة أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها حزب الله بعد هذه الاختبارات الصعبة وهو واجه ذلك في السابق كان هناك اغتيال لأمين العام الثاني عباس موسوي بشكل كبير ولكن هو استطاع تجاوز هذه المسألة في اعتقاد أن حزب الله مستمر ولكن الإشكالية بأي آليات وبأي أدوية بس عباس موسوي ما قعدش كتير تقريبا أمين عام الحزب كانت سنة تقريبا بالتأكيد فترة قصيرة كمان أنا عايز أقول أن يمكن لم يتمتع بالكارزمة أو درجة التأثير على المستوى الخطابي والشعرات الذي كان يتمكن به حسن نصر الله هو أكثر من أثر في المجتمع اللبناني أو الخطاب اللي ربما العاطفي بشكل كبير فأنا شايف أن يمكن حزب الله مستمر ولكن بأدوات مختلفة هناك أشكالية متعلقة بأزمة ثقة ما بين القيادة والفروع وما بين الكوادر المختلفة حزب الله في رأيي أنه هو هزم قبل الدخول في أي معركة رئيسية منذ عملية البيجر وأجهزة الاتصالات واللاسلكية فأنا شايف أن يمكن نحن في المناطف صعب يواجه فيه حزب الله ومستقبل لبنان لبنان الإشكالية متعلقة بالعلاقة ما بين حزب الله كميليشيا وما بين الجيش اللبناني هناك دعوات الآن أن يكون هناك عودة للدولة حزب الله نفسه كان له تأثير سلبي كبير على مسألة تأسيس وتكوين المؤسسات الوطنية في الداخل اللبناني أعاق انتخابات رئاسة الجمهورية كان القرار السياسي ليس نابع بشكل وطني كان تابع لطهران بشكل أو بآخر وبالتالي نحن إذا هل سيعود حزب الله ويعيد مراجعة أدبياته للعودة إلى الحضن العربي أو ربما الدولة الوطنية أم سيستمر في التبعية لإيران التي بشكل أو بخر ورطته في هذا السيناريو وهذا الوضع الصعب هل تعتقد دكتور أنه دايما حتى بدأسمع في الاجتماعات الطريقة لمجلس الأمن ومحافل الدولية المعنية بما يحدث أو بتناقش ما يحدث الآن في لبنان فكرة الرجوع على قرار ألف سبعمية وواحد مرة أخرى وفكرة تهدئة الأوضاع إلى حد كبير وما بين أيضا التصريحات الوردة من الجانب الإسرائيلي وإصراره على استكمال هذه المهمة وأخبار متضربة طول الوقت تعني أنه فرض حسار على الأراضي اللبنانية وأنهما هيستكملوا ما بدأوا وفي أخبار طول الوقت متضربة هل العودة لقرار ألف سبعمية وواحد كفيل أنه ينهي هذه الأزمة هل يمكن أصلا العودة لهذا القرار هل فكرة ما حدث لأنه ما يحدث لحزب الله وحتى يمكن المرشحين لخلافة حسن نصر الله هل هيترجوا عن سياسة حزب الله الموجودة أصلا من سنين كتير إيه لا يحصل؟ يعني الأسئلة التي قلتها مهمة جدا وغيرها من الأسئلة مطروحة ولكن قرار ألف سبعمية أنا شايف أنه قرار مهم في هذه المرحلة وهو عودة للمؤسسة الوطنية ودور اللبنان كدولة ومحاولة ربما تخطي الأزمة اللي احنا علقين فيها بشكل كبير منذ سنوات ليست وليدة اليوم أنا شايف أنه ممكن أنه يختصر المسافة والطريق بشكل كبير من شأنه أنه حتى يهدئ الأوضاع مع الجانب الإسرائيلي بشكل أباخر إذا ما تلقفها مسألة عودة حزب الله إلى خطوة للوراء ولكن هذه الإشكالية معانية وأمامها تحديات كثيرة متعلقة بطموح حزب الله نفسه ومحاولة إعادة تدوير وإعادة تشكيل هويته مرة أخرى هذا الاختبار الحاصل الآن لكن طموح حزب الله أيضا يقابله طموح بنيمين نتنياهو نعم بالتأكيد أنا شايف أن نتنياهو البعض يتحدث عن مسألة ربما نتنياهو قام بالعديد من الضربات في الداخل اللبناني ربما سيتراجع أو غير وأنا شايف أنه لن يحدث لأن هذه مرحلة تاريخية سيستثمرها بشكل كبير لا توجد العديد من المحددات التي تجعله يتراجع عن المسار الذي رسمه في هذا التوقيت فأنا شايف أنه يستمر ولكن الإشكالية كلها متعلقة بمدى قدرة حزب الله على التعبير عن نفسه مرة أخرى وأيضا فك الارتباط ما بينه وما بين إيران لأن هذه الإشكالية الرئيسية هناك إشكالية متعلقة بدور إيران أصلا في المنطقة إيران التي تحاول طوال الوقت يعني بعد الأزمات الأخيرة هي نادت باجتماع طارق لمنظمة تعاون الإسلامي وتصريحاتها ربما تسببت وأفرزت نوع من الضعف الإيراني أين كانت إيران عندما استغلت وهي كانت عامل رئيسي من تكوين الميليشيات التي أضعفت العديد من الدول العربية وهدمت استقرارها على أسس إيدولوجية وتقفية وده الإشكالية الرئيسية ما بين الدول العربية وما بين إيران الدول العربية مدت يدها أكثر من مرة للتعاون مع إيران إيران دائما ما تضع هذه الهوية الأيدولوجية والطائفية لديها مشروع قائم على الدولة الفرسية وهي ترى أن المشروع القائم العربي هو العدو والعقب أمام طريق تحقيق هذه الأمال وبالتالي الإشكالية متعلقة دائما في إيران هذا الارتباط التاريخي هل سيتغير؟ أنا شايف أن هذا معني بطبيعة القيادة الجديدة هناك العديد من الأسماء البعض يتحدث عن هشام صفي الدين إذا ما كان هناك بعض التقارير الليست مؤكدة عن حالته وظروفه فيما تعلق به هشام صفي الدين هو متشدد وهو صهر قاسم سليماني وقد يكون هو الذي سيخلف حسن نصر الله بشكل أو بآخر أنا شايف بصرف النظر على القيادة السياسية وبصرف النظر على المتغيرات الموجودة حزب الله سيتأثر بشكل كبير هناك هزة كبيرة جدا فيما يتعلق بالإطار المؤسسي وأيضا ستنعكس على الإطار العملياتي ومرحلة من مرحلة الشك وعدم اليقين في طبيعة التحرقات القادمة بالنسبة لحزب الله اغتالي العديد من القيادات هذه مسألة القوة الخاصة بحزب الله وقدراته الصرخية التي لم يعبر عنها ولم يترجمها حتى هذه اللحظة هل هو قادر على استخدامها؟ يعني الكل دلوقتي مستني الرد الإيراني أو إن لم يكن رد إيراني مباشر من أذرع إيران في المنطقة هل ده منتظر فعلا؟ يعني أنا شايف أن مسألة الرد الإيراني ورد حزب الله تأخرت كثيرا لأنه كان هناك رد لما شهدنا هذه المرحلة من التجرؤ الخاص بنتنياهو وإسرائيل ولكن كان هناك العديد من الاختبارات والعديد من العمليات الصعبة ولكن ردة الفعل كانت بشكل منبطح ومتراجع للغاية وربما تاهت في ظل الحسابات وبعض المصالح وبعض السيناريوهات أنا شايف أن يمكن إيران وحزب الله مسؤولين عن الوضع الذي آلت إليه الأمور الآن أنا لا أحرد على التصعيد ولكن في مرحلة معينة إذا لم تأخذ الخطوة سأسبقك إليها غيرك وخاصة أن إسرائيل ليس لديها خطوط حمراء المجتمع الدولي ربما لم ينجح في وضع إسرائيل والحرب في غزة في إطار قانوني أو إطار مؤسسي دولي معين نتنياهو يتصرف بشكل أكثر ذاتي ويحاول حسن المسألة وأكثر زكاء كمان هل يعتبر زكاء منه أن يدر يحاول بصة العالم من الأنظار للقضية الفلسطينية إلا أنه بدأنا نبص الإيران وبدأنا نبص الحزب الله والحوثيين ده بالتأكيد يعني بصرف النظر عن موقفنا من الأدوان الإسرائيلي بالانتكاد هو زكاء من توظيف الأزمة وتحويلها إلى فرصة على المستوى الداخلي وكمان على مستوى يمكن حجم التعاطف الكبير اللي كان قائم على المسألة في الحرب في غزة ومسألة ربما لفت الأنظار إلى مستوى آخر قد يكون محاض بقدر من التعاطف الدولي لأن نظرة المجتمع الدولي لحزب الله وحسن نصر الله تختلف كثيرا عن الأوضاع المتعلقة بحماس كفكرة المقاومة ومسألة الدفاع عن الأوضاع والانتكات والجرائم الموجودة في غزة في هذا التوقيت هو نجح في ذلك كمان وضع لنفسه أهداف جديدة ومستويات مختلفة حجم التوطيئة الإعلامية الموجودة والأوضاع في غزة باتت ليست كما هي في السابق فأنا شايف أنه بشكل أو بآخر نجح في ذلك في ظل يمكن فشل إيراني كبير وفشل لحزب الله لأن هناك إشكالية متعلقة بدرجة الموثوقية فيما يتعلق بالميليشيات الخاصة والمرتبط بإيران مع القادة المركزية في إيران لأن أكثر من اختبار لم تقدم في إيران شيء وسقطت العديد من القيادات الكريزمية من الجيل الأول أعظني المقاطعة لكن هل ده يعتبر زي ما حضرتك بتقول فشل إيراني هل ده يعتبر فشل أم هي أولويات بالنسبة لإيران يعني هي أمام زي ما حضرتك بتقول مفاوضات إيرانية أمريكية بخصوص الملف النووي وأيضا ما يتعلق بالنفوذ الإيراني في خارج حتى إطار حدودها في عدة دول زي ما حضرتك ذكرت فهل هي مسألة أولويات ولا هو زي ما حضرتك بتقول فشل نعم يعني خلينا أقول أن يمكن إيران تضع لنفسها بعض الأهداف وهي دولة برجماتية تحقق أهدافها بصرف النظر عن الفاتورة أو بالنسبة للأسلوب أو الأداء التي تستخدمها قد تجد في مرحلة ما هي محاطة بضرورة ربما عدم وضع الميليشيات كأولوية بعيدا عن المصلحة الإيرانية ولكن خلينا أقول أن حتى إيران لو تصرفت بهذا الأمر وبهذه الكيفية من منطلق المصلحة والأولويات هي ستخسر على جبهات أخرى لأن ما حدث ليس بالشكل وبالشيء الهيئ فيما تعلق بمحاولة ربما القضاء على القدرات العسكرية ومحاولة تقليم أظافر الميليشيات الإيرانية حيث بالله اللي هو بيشكل القوى الضاربة والأداء الأساسية للضغط على إسرائيل كما تتحدث إيران على مستوى ربما القدرات العسكرية والخبرة التاريخية وطبيعة الهيكل التنظيمي والعسكري فأنا شايف أن إيران كانت تعول على حزب الله بشكل كبير وبالتالي أن تحاط بكل هذه الضربات أن يتقم اغتيال القيادات التاريخية يعني متحدث عن إسماعيل الهنية وحسن نصر الله قبلهم قاسم سليماني وابو مهد المهندس وفؤاد شكر وعديد قيادات الصف الثاني والثالث والعديد من القيادات الحراس الثوري في الداخل السوري يعني إيران ستواجه إشكالية جيلية في المستقبل القريب لأن الجيل الأول والثاني الذي حضر الثورة الإيرانية هو جيل متشبع أيدولوجيا لديه قدر كبير من الحماسة الثورية والإيمان والولاء لقيم الثورة غير الجيل اللي موجود في مراحل لاحقة اللي هو مرتبط على مستوى العمل الوظيفي أكثر المستوى المنفع المادية ودي إشكالية كبيرة وبالتالي إذا كانت إيران تتحرك ببرجماتية ولكن هي ستخسر من مستوى قدرة أدواتها على التأثير والضغط قدرة تفعيل هذه الأدوات درجة العلاقة معها بعد هذه الفجوة اللي هتحدث أزمة ثقة قدرة إيران أصلا على مخطبة بعض الدول العربية والأقليمية اللي هي ستجد مقاومة شديدة في ظل هذا الانبطاح الإيراني في المستقبل طيب البعض يذهب لأنه ممكن خلال الفترة اللي جاي يكون فيه نوع من التفاوض ما بين حزب الله وإسرائيل هل ده ممكن؟ في العلاقات الدولية طبعا بعد تعقد المشهد وتأزمه بيكون هناك مساحة من التفاوض ولكن دايما أنا كدولة بتفاوض في مرحلة قد يكون الطرف الآخر لديها أدوات الردع أو التأثير أو لديها فرص للإلام لكن في هذه المرحلة أنا شايف أن يمكن نتنياهو لديها أوراق أخرى لاستخدامها ويحقق مكاسب بأقل قدر من الدرر والخسائر إذا كان هناك خسائر أنا أتحدث على الجبهة اللبنانية هو ليس لديها خسائر بالقدر الكبير يعني الحرب في غزة أفرزت ربما خروج المستوطنين من بعض المناطق في الشمال وغيره ولكن هو بهذه الحرب قادر على استعادة ذلك ولكن هذا لا يشكل تهديد كبير بالنسبة للإنتنياهو في هذه المرحلة حتى وإن لم يكن هناك عودة كبيرة هو يريد أن يركز على القضاء على هذا الخطر مرة واحدة في ظل وضع مهم سيخدمه دخليا ووضع دولي ربما ليس يشكل ضغطا كبيرا عليه يعني لو نتحدث عن الدول الفعلة في الأقليم أو التي تستطيع تمثيل ضغط على إسرائيل الوقت المتحدة الأمريكية بالطبع هي لا تمثل وسيط بأي حال من الأحوال أنا باعتبارها في قطرف أصيل دعم للإنتنياهو ولكن الدولة المصرية ربما تصدت لعديد من المخططات في البداية وهي تحاول القيام بأدوارها اللي هي أصلا ناتجة عن ربما إيران هي من فعلت وربما وجهت ولكن الدولة المصرية هي من تتصدى وتتحمل مخاطر سواء التهديدات في البحر الأحمر أو سيناريوهات التهجير أو غيرها من الأمور المتعلقة بالسيطرة على محور فلادي الفيا أو غيره وخلينا أقول بالمناسبة أن دايما بتثبت أن الرؤية المصرية رؤية عابرة لبعض الأمور الأيدولوجية وبعض الحسابات المختلفة الضيقة لبعض الأطراف دايما مصر بتنظر للمصلحة بدون أي تجاذبات أو مصالح كما هي تحدد أطراف أخرى والأسف النتيجة بتكون كما نرى الآن هي أن مصر حضرت من هذا التصعيد وهذا السيناريو منذ بداية منذ 7 أكتوبر مصر كانت طول الوقت أنها بتحذر من خطورة التصعيد وما يتبعه يعني على أي حال خليني أسأل حضرتك بردو على يعني إيه اللي جاي يعني في الحقيقة حديث كتير جدا موجودة وتحليلات كتير جدا موجودة البعض يتحدث أنه إسرائيل أو بنيمين نتنياون لن يتوقف فقط عند الجنوب اللبناني وأنا ويتخطى بأنه حتى ضرب الضحايا الجنوبية لبيروت والبعض يتحدث أنه كمان احتمال في بعض الاحتمالات المتعلقة بسوريا وفي حديث عن سوريا فعايزة أعرف من حضرتك هل فيه تصفير متوقع تصعيد آخر هل ممكن أن تتجه الأنظار بعد ما يحدث في لبنان إلى سوريا أيضا؟ يعني كل الاحتمالات موجودة وأنا شايف وقلت أنه يمكن نتنياهو في مرحلة مهمة وهذه الحكومة المتطرفة وهذه الانتهاكات الإسرائيلية قد تمتد إلى دول الجوار سوريا بالتأكيد موجودة وخاصة أن الميليشيات السورية إيران استنسخت ما حدث في العراق بتكوين ميليشيات على أسس طقفية وأيدولوجية في الداخل السوري وكان هناك تحول ديمغرافي في العديد من الأماكن وخاصة القريبة من إسرائيل وشفنا منوشات في الفترات الأخيرة بشكل يمكن ودرجة أقل يمكن مما علي فيه داخل لبناني أو من خلال الحسين في اليمن وبالتالي هي أحد الجبهات ربما المتوقع أن يحدث فيها تصعيد على وعلى أن نتنياهو يدير المسألة بشكل أقرب إلى مقربة شاملة تصعيد في الضفة تصعيد في الجبهة مع حزب الله وغيره وهو يريد ربما إنهاء المسألة بشكل كامل حتى لا يتجدد هذا التهديد لأن الإشكالية متعلقة بأن إسرائيل كانت تصدر نفسها لأنها المنطقة الأكثر أمنا في الأقليم خطاب جاذب لمحاولة الحصول على فرص عمل ومعيشة وإقامة في المستوطنات وغيره تم ناس في هذه المقاربة في السابع من أكتوبر وبالتالي هو يحاول استعادة الثقة مرة أخرى توجيه خطاب مختلف تصفير التهديدات فيما تعلق بالمناطق المحيطة وبالتالي ده محتمل بشكل كبير خلال الفترة القادمة خلينا أقول بس في عجلة أن يمكن ما يساعد نتنياهو على الموضوع قدما في هذا الأمر أنه لم يجد ربما الرد للفعل المتوقع من إيران حتى مسعود بزرشكاني الرئيس الإيراني كان في مقابلة منذ أيام وتحدث عن أنه حزب الله لا يستطيع مواجهة إسرائيل من مفرده على الدول والفاعل الأقليمية أن يكون لها دور وموقف فيه مع تعالى بمساعدة حزب الله وكأنه يتخلى عليه بشكل مباشر أيضا بيان حزب الله نفسه في ناعي حسن نصر الله هو يتحدث عن استمرار العمليات كجابهة إسناد أي جابهة إسناد لغزة أعتقد أن حزب الله عليه أن يكون جابهة إسناد لنفسه إن لم يكن يدرك طبيعة الخطر وطبيعة ما يحدث فهذه إشكالية كبيرة كل شكر لحضرك طبعا على هذه القراءة والتحليل دكتور هاني سليمان المتخصص في أشؤون الإيرانية بنشكر حضرك شكرا جزيلا شكرا لحضرك